افضل الناس عند الله من جعله مفرجا لكربات الناس وافضل تفريج لكربات الناس ان تهدي ضالا او تأخذ بيد عاصي الى رب العباد سبحانه وتعالى يا الله عندما يجعلك رب العباد مفتاحا للخير مغلاقا للشر ويا بؤس عبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير خليك انت يعني تعمل خير كيف لو ذكرت في التاريخ شخصية عظيمة كعمر بن العاص رضي الله عنه صحابي الجليد اراد ان يقنع امير المؤمنين عمر بفتح مصر سيدنا عمر رغم قوته ورغم المعروف عنه في تاريخه الا انه كان يكره الحروب وكان لا يحب ان تراقى دماء المسلمين فسبحان الله ليس بغضا لمسالة الجهادة او غيرها يعني يقول وددت لو ان بيننا وبين الفرس بحرا من النار او جبلا من نار لا يصلون الينا ولا نصل اليه سبحان الله فسيدنا عمر ظل وراء عمر حتى اقنعه بفتح مصر قالوا طب لما اتصل على حدود العريش ارسل لي برسالة وانتظر من الامر وبلغ على حدود العريش وبعدين ارسل عمر رسالة اليه بعد ان رد عليه يعني فاخر عمر بن العاص فتح الرسالة ولقاء رسول عمر حتى عمر ودخل على حدود المصري ثم ارسل اليه قالوا يا امير المؤمنين انا معي ثمانية الاف ويعني اريد المدد واجد الحامية الرومانية التي كانت تحتل مصر الجيش الروماني رهيب والاف مؤلفة فارسل اليه عمر اربعة من البدريين اربعة من البدريين سبحان الله اربعة البدريين دول حلربادر يعني قال ارسلت اليك اربعة من البدريين كل واحد منهم بالف فيصير قوام جيشك اثنى عشر الف جندي اعتبر عمر الاربعة دول باربعة الاف وهو مع ثمانية باثنشر الف سبحان الله عمر بن الصامت والنقلد بن عمر المهم لما عمر بن العاص فتح مصر على مدار اربع سنوات مصر لم تفتح الا على مدار اربع سنوات سبحان الله وبعدين في الهذه الاونة في الاربع سنوات يعني سبحان الله العظيم دخل اهل مصر في دين الله افواج الى الان ملايين المصريين التسعين مليون اليوم سبحان الله صلاتهم وزكاتهم وحجهم وفعلهم للخير في ميزان حسنات من طبعا كل واحد ميزان حسناته هي قد الحسنات اللي بيعملها لكن كل هذا يجبع في ميزان حسنات من ميزان حسنات عمر بن العاص الله يرضى عنه ليه من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة ومن سن في الاسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة من غير ان تنقص من اجورهم شيئا حتى والتاني السيئة من غير ان تنقص من اوزارهم شيئا يعني اول القاتل في التاريخ من قبيل قبيل كل قاتل يقتل على مر التاريخ الى يوم القيامة يخل ذنب القتل ويوضح هذا هذه السيئات في ميزان سيئات قبيل هو القاتل الاول لانه سن قضية القاتل يوضح في ميزان سيئاته حتى يمكن الطيارة اللي من غير طيارة اللي بتقصف المدن والقرى سبحان الله كل قاتل في التاريخ لان قبيل هو الذي سن هذه السنة السيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة فهل يا ترى تبدأ في هذه الايام تراجع نفسك يا ترى هل انا مفتاح خير ام مفتاح شر وهل انا مغلق خير ام مغلق شر يعني ما يكون مثلا مثلا يعني مدير قناة في تلفزيون مثلا في منطقتنا العربية الاسلامية وجاءته بنت مذيعة مثقفة في كل مواصفات الاكاديمية وكده ولكنها محجبة لا لا والله القناة بتاعتنا لا تقبل غير محجبات فالبنت تحتاج الى العمل او المرأة هذه تحتاج الى عمل ربما مضطرة بس هذا لا اعطيها باذ ان تخلع حجابها فان تأثرت وخلعت حجابها ورآها ملايين الناس على الشاشة في ميذان الاستاذ المدير يا خبر دي المهمة معلمها ربنا لازم الواحد يراجح حساباته يا اخوان لازم يكونش ابدا مفتاح شر ولا مغلق خير يجب ان اكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر ام شريك رضي الله عنها الصحابية الجليلة غزية بنت جابر الدوسية من قبيلة دوس زوجها اسمها ابو العكر زوجها يعني اسلم وهاجر مع ابي هريرة رضي الله عنه الى المدينة المنورة فمات فهددها اهل زوجها قالوا ان انت على دينه قالت نعم انا على دين الاسلام قال لنعذبنك قالت والله ما يهم اخذوها ويطعموها خبزا وعسلا خبزا وعسلا في شهور الصيف ويمنع عنها الماء الى ان كادت ان تهلك ويجلسوا في ظل الخيمة ويتركوها تحت قرص الشمس وحرارة الشمس ثلاثة ايام وتكاد ان سبحان الله ان تموت يقولون لها ها هل ترجعين عن دين محمد تشير الى السماء بسبابتها ان الله واحد لا شريك له ولما اغشي عليها من شدة التعب وهم في الظل اذا بدلو برشاء رشاء يعني حبل يعني يصب على وجهها فتشرب وتشرب وترتوي وتصب على جسدها بقية الدلو سبحان الله حتى سبحان الله يعني اغرقت به نفسها فجاء القوم اهل زوجها قالوا يا لص يا لصة انت سرقت ماءنا قالت انا ما سرقت ماءكم فتح القرب للقرب مغلقة زي ما هي فقالت من اين هذا الماء قالوا من اين هذا الماء قالت والله ان هذا الدل نزل لي من السماء قالوا نشهد ان ربك هو ربنا واسلم قوم زوجها جميعا ودخلوا في دين التوحيد وهاجروا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة انسانة فاتحة خير سبحان الله ولذلك انا اقول ان بعض الناس يعني سبحان الله كن متعديا يعني فعل متعدي في الخير يعني ما تقفش الخير عندك لا عد الخير يعني ايه عد الخير انت يا ابنتي ابتلاك الله بان عملت عمل معين تخرجي الى الشارع غير محجبة او تعملين في حاجة معينة قد لا ترضي الله ولا رسول واعزكم مثلا مثلا اه قد مثلا انسانة ترقص امام الاجانب مثلا وبتيجي قبل ان تموت تعمل ايه تعمل معهد للرقص لا اله الا الله يا ابنتي ما انت سبحان الله يعني ما تتوبه هتعملي سيئة جارية لا اله الا الله تعمل معهد للبلاي هين اقصى بلاوي سبحان الله يا ابنتي خليكي خلي الشر غيرت عندك يقف طوبة لمن اذا مات ماتت معه ذنوبه ويا بؤس عبد اذا مات لم تمت معه ذنوبه اشتركوا في القناة